موسيقى 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 كما قام الوزير في الساعة الاولى من صباح اليوم بزيارة مفاجئة لقسم شرطة بولاق الدكرور حيث تفقد سير العمل بالقسم واماكن الحجز ونظام التأمين فيه صرح مصدر عسكري أنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عن إصابة المشير حسين طنطاوي الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بأزمة صحية وناشد المصدر وسائل الإعلام بتحرد دقة في الأخبار المنسوبة للقوات المسلحة أكد محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية أكد أنه لا نية لإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات وأضاف محسوب أنه سيعمل على تأكيد استقلال الهيئة المشرفة على الانتخابات بشكل كامل من بدء الإجراءات الانتخابات وحتى إعلان النتيجة وأكد محسوب على ضرورة تحقيق التوافق على التحول الديمقراطي وإقرار كل فصيل حقه في حسم التنافس الانتخابي لصالحه حتى يكتمل نجاح الثورة تسير شركة مصر للطيران اليوم غدا 51 رحلة لإعادة المعتمرين المصريين من السعودية وأكد رئيس الشركة انتظام مواعيد الوصول وعدم تأثر حركة الطيران بتكثيف الرحلة الداخلية إلى المدن الساحلية خلال العيد يأتي هذا بينما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر حالة الاستعداد القصوى في أول أيام العيد بعد وصول أكثر من أربعة آلاف معتمر على غير المخطط له قادمين من ميناء العقبة الأردني وقرر رئيس الهيئة سرعة التنسيق مع إدارة الجوازات وأمن الموانئ والجمارك حيث من المنتظر عودة 30 ألف معتمرين قلال أسبوع أهب مصدر أمني بجماهير الزمالك بعدم التجمهر أمام بوابات استاد القاهرة ومحاولة دخول مباراة الزمالك ومازنبي في البطولة الأفريقية مساء اليوم وأكد المصدر أن أي محاولة لاختحام الاستاد أو الحضور بالقوة قد تتسبب في إلغاء المباراة من قبل الحكام وتوقيع عقوبات على نادي الزمالك جادير بالذكر أن بعض من جماهير ألتراس الزمالك قد هددوا بمحاولة دخول المباراة التي تقام مساء اليوم تهم الجزء الأخبار قدمناه لكم من قناة الجزيرة مباشر مصر تفاصيل أوفع عن هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا على شبكة الإنترنت ونستقبل كذلك تعليقاتكم وأسئلتكم على صفحتين على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ترجمة نانسي قنقر